مع البيان اليوم اقرأ في خيانة قطر المأزق القطري يتعمع القاهرة دعوة لطرد قطر من التحادف الدولي ضد الإرهاب آلاف بين أئمة المساجد والدعيمين يجوبون أوروبا في قافلة تفضح الإرهاب القطري وتقرؤون مون المري لا حياد في الموقف من قطر وللكاتب محمد يوسف الوزير الأمريكي يتحدث عن أولوية بلاده وهي محاربة الإرهاب والتطرف ولا يهمه الذين يقتلون ويصيبون أكثر من ستين جنديا مصريا في رفح وفي المصورة السعودية أو الدير البحرينية تمت البيان اليوم بإبراز أراء سياسيين ليبيين أكدوا أن قطع العلاقات مع الدوحة انعكس سلبا على الجماعات الإرهابية وعزز دور الجيش الليبي في دحر المتشددين اقتصاد قطر على حافة الهاوية وفي كلمة رئيسة التحرير الدوحة تنتحر اقتصاديا هذه دولة القمار بحق لأنها تقامل بشعبها الذي يواجه من جراء سياسات حكامها تعثرا اقتصاديا متصاعدا كيف يمكن يقناع المستثمرين بالمجيء إلى قطر بل عدم الانسحاب منها وسط المخاوف من انقلاب سياسي ومواجهة بين أجنحة الحكم القطري أو حتى تورط الدوحة أكثر في دعم الإرهاب ترجمة نانسي قنقر